انظروا إلى هذين العالمين علمان متشابهان ولكن لدولتين مختلفتين أوجدوا الفوارق السبعة بينهما أو إلكم حاولوا تحزروا أيهما علم تونس وأيهما علم تركيا قد يعرف البعض منكم الإجابة ويحتار البعض الآخر إذا كنتم من البعض الآخر ما تزعلوا فيبدو أن حتى المواطنين في الدولتين قد يقعون بالخطأ وهذا ما حدث في تونس التي رفعت فيها شركة وطنية علم تركيا بدلا من العالم التونسي فشركة السكك الحديدية التي تأسست في عام 1870 في تونس وتعد من أقدم الشركات الوطنية في البلاد وقعت بخطأ غير مقصود برفع علم الجمهورية التركية على هذا المبنى المركزي التابع لها بالعاصمة تونس القصة بدأت عندما تنبه مواطن إلى أن العالم المرفوع علم تركيا وليس تونس فقام بتصوير هذا الفيديو ونشره في المنصات وبدأ وهو يقول بلغة فرنسية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية ثم يضحك ساخرا ويصور المبنى من الأعلى ويقول لكن العالم علم تركيا رواب مواقع التواصل بعد انتشار الفيديو وكان لهم آراء حول الموضوع وهذه بعض التعليقات بلال يقول علم جبته ورفعته ورفرفه ما فئتوش به يا أخي تضحكوا علينا أنتو أما إيثار بن محمد فقالت بصراحة هذا اعتداء صارخ على الراية الوطنية والسيادة الوطنية كيف يرفع علم دولة أجنبية فوق شركة وطنية من المسؤول؟ تدوين الثالثة وأخيرة من محمد طالب يقول الأول ما يعرفوش والثاني والثالث والرابع والخدامة الكل وينهم والمسؤول على البناية الكل وينه والمدير العام مشاهدين بعد الانتقادات والتساؤلات أصدرت الشركة التونسية لاستكاك الحديدية بلاغا اعتذرت فيه وقالت رفع العلم الوطني يمثل رمزا ساميا للسيادة والوحدة الوطنية ولا يمكن بأي حال من الأحوال التسامح مع أي تصرف قد يمس بهذه الرمزية اقتنت الشركة مجموعة من الأعلام وتسرب بالخطأ عالم دولة أجنبية مشابه طيب دعونا نلقي نظرة مرة أخرى على العلمين المتشابهين العلم التونسي مشاهدين يشبه العلم التركي ولكن ما هي أوجه الاختلاف بينهما العلم التونسي حفظ تقريبا على شكله وألوانه منذ تاريخ 1827 هو أحمر يتوسطه قرص أبيض به نجم خماسي وهلال أحمر النجمة والهلال باللون الأحمر إذن عالم تركيا أيضا هو بأحمر اللون وأيضا في وسطه هلال ونجمة ولكن كما ترون باللون الأبيض وتم اعتماده في 1844 في الحين اعتمدت الأبعاد الهندسية للعالم التركي الحالي عام 1936 ولكن حادثة الخلط بين العلمين هذه ليست الأولى من نوعها في البلاد ففي عام 2020 تعرضت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر لانتقادات واسعة بسبب احتفالها وأعضاء حزبها بعيد الجمهورية باستخدام كتحمل العلم التركي أيضا عن العلم التونسي وقبلها في عام 2019 تعرضت وزيرة الرياضة السابقة سنية بالشيخ هي الأخرى لانتقادات واسعة بعد رفعها لافتة رسم عليها العلم التركي بدلا من التونسي احتفالا بتأهل المنتخب التونسي إلى الدور النصف النهائي في بطولة كأس أمم أفريقيا أنذاك